موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم عزائنا ومشاهدين الكرام الى نشرة اخبار التاسعة نستهلها بالعناوين موسيقى نائب رئيس الجمهورية يبارك الانتصارات التي يحققها الجيش والتحالف في البيضاء موسيقى قوات الجيش الوطني تستكمل السيطرة على منطقة ابواب الحديد وتتجه صوب مركز المديرية في باق بصادة موسيقى الجيش يحرر مؤسكر ووادي فضحة ومقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات الميليشيات في الملاجم بالبيضاء موسيقى موسيقى اهلا وسهلا بكم والى التفاصيل اجرى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هدي رئيس الجمهورية مساء اليوم اتصالا هاتفيا برئيس هيئة الاركان العامة اللواء ركن طاهر العقيل لتعزيته في وفاة نجلي محمد طاهر العقيل وزميله ليث الدقيم اثرح حادث مروري مؤسف وقال فخامة الرئيس اننا نشاطركم الاحزان بهذا المصاب الاليم ونسأل المولى عز وجل ان لا يريكم مكروها سواه وان يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم اهلهما ودويهما الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء وموسائل رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن طاهر العقيل في وفاة محمد طاهر العقيل وليث الدقيم اثرح حادث مروري مؤسف وعبر نائب الرئيس في البرقية عن اصدق التعازي والمواساة لأسرة واقارب الفقيدين سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وان يلهم اهلهما ودويهما الصبر والسلوان اجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالين هاتفيين بمحافظة البيضاء ناصر الخضر السوادي وبقائد محور بيحان قائد جبهة ناطع اللواء مفرح بحيبح للاطلاع على حجم الانتصارات العسكرية وبارك نائب الرئيس بما حققه الابطال بدعم الاشقاء في التحالف من انجازات ميدانية كبيرة ومنها السيطرة على معسكر فضحة وطرد الميليشيات الحوثية الايرانية مشيدا بالتضحيات والبطولات الاسطورية للمقاتلين الابطال والدعم الاخوي للتحالف في سبيل استكمال تحرير المحافظة ودحر ميليشيا العنف والارهاب واكد نائب رئيس الجمهورية خلال الاتصالين الهاتفيين عزم القيادة السياسية والتحالف على بسط سلطة الدولة في محافظة البيضاء وتثبيت الامن والاستقرار والعمل على انهاء معاناة ابنائها مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والحس الامني والعمل على استكمال المهام المحددة من جانبهما قدم محافظة المحافظة وقائد المحور موجزا عن سير العمليات والانجازات العسكرية التي تحققت بفضل تضحيات الابطال الميامين في الجبهات والدعم الكبير لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة معبرين عن تقديرهما لمتابعة واهتمام نائب رئيس الجمهورية بعث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومؤساء إلى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيل في وفاة نجله محمد إثر حادث مروري مؤسف وعبر رئيس الوزراء أن أصدق تعازيه ومؤساته في رحيل الفقيد سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أشاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعون بالدعم السخية الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهما السخي والمتواصل لأبناء الشعب اليمني في مختلف المجالات وقال باعون خلال حضوره توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثة برامج تنفيذية لعلاج خمسمائة جريح ومصاب يمني بالشراكة مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص في محافظتي عدن وتعز أن العقود الموقعة اليوم تشكل استمرارا لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي وستسهم في الحد من نسبة سفر الجرحى للعلاج في الخارج وستعمل على زيادة عدد الأسرة العلاجية في عدد من محافظات الجمهورية وتحسين أوضاع المستشفيات والكادر الصحي وأوضح مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في المركز المهندس أحمد البيز أنه سيجري من خلال هذه البرامج تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجرحى والمصابين اليمنيين داخل اليمن وفق المعايير الطبية لعدد مائتين جريح لمحافظة تعز ولعدد مائة وخمسين جريحا لكل مستشفى بمحافظة عدن ويصبح إجمال التعاقد الحالي خمسمائة جريح ومصاب استكملت قوات الجيش الوطني سيطرتها على منطقة أبواب الحديد شمال صعدة وحرتها من الميليشيا الانقلابية لتنتقل بذلك المعارك مع المتمردين إلى مركز المديرية في باقم مصادر ميدانية قالت أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا بمشاركة ميدانية من وحدة المدرعات في قوات الصاعقة السعودية وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف على مواقع الميليشيات الحوثية في منطقة أبواب الحديد مما أدى إلى انسحابهم وأكدت المصادر أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر التمرد كما تمكن الجيش الوطني من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على عدد من مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الإيرانية في المناطق الواقعة في محيط مطار مدينة الحديدة وذكرت مصادر ميدانية أن طيران التحالف العربي شن ست غارات جوية استهدفت مواقع الميليشيات الإنقلابية في مديرية الزيدية وثلاث غارات على مديرية زبيد وغارة أخرى استهدفت تجمعات الميليشيا في قيادة الشرطة العسكرية في التحرير وسط المدينة من جهة أخرى أشارت تقارير إلى إحباط ألوية العمالقة محاولة تسلل جديدة لميليشيا الحوثي جنوب مفرق الوازعية بجبهة البرح أسفرت عن مصرع عدد من مسلحي الحوثي استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات تعزيزات لميليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وذكر مصر ميداني أن الغارات استهدفت تعزيزات الميليشيا غربي منطقة فضحة وأكد أن الغارات دمرت عددا من الآليات القتالية التابعة للميليشيا ومصرع وإصابة كل من كان على متنها وأكد قائد محور البيضاء أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة تمكنوا من تحرير معسكر ووادي فضحة وكبد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة في العتاد والأرواح بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء بعون الله تعالى تحرير هذه المناطق بتوقيهات وبرعاية وبإشراف رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الربع منصور هادي وكذلك نائبة الفريق الركن عليم محسن حيث كان رئيس الجمهورية على تواصل معنا ولحظة بلحظة أثناء اقتحام وأثناء التخطيط وأثناء العداد لهذه المهمة فكان هو القائد وكان هو الأب المرافق لنا بإذن الله المعركة تم خوضها في نعمان وفي ناطع بعد تخطيط مسبق من قبل محور بيحان ومحور البيضاء وعلى رأسهم اللواء 19 وراءها واللواء 26 و73 و157 وباقي وحدات المحور والألوية المرافقة لها من الجيش الوطني ومقاومة الشعبية بحيث تم قطع امدادات العدو في مديرية الملاجم واستفردت وحدات من اللواء 19 و26 والمقاومة الشعبية بالقندع ونعمان وتم تحريرها في وقتا وجيز بينما أن العدو استخدم كل محرمات الحرب فهي استخدم الألغام استخدم الزج بالأطفال إلى المعركة استخدم المغدرات استخدم الحبوب استخدم كل ما لديه وكل ما هو محرم في قوانين الحرب ولهذا بعون لا يتم أسر كثير من ميليشياته وقتل منهم الكثير وتحرير المناطق هذه بسرحة وهي على امتداد 45 كيلومتر اليوم يفرقنا عن مفرق عفار الذي يربط بمحافظات الجمهورية أبيا وشبوة وصنعاء 25 كيلومتر وبإذن الله أترقبه في القريب العاقل من فاجئة تسركم وتسر أبناء الشعب اليمني كاملة قالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني صدت هجوما لميليشيا الحوث الإرهابية في صرواح محافظة مارب وذكر مصدر أن أكثر من 30 عنصرا من مقاتلي ميليشيا الحوث الإرهابية الإيرانية لقوا مصرعهم في هجوم فاشل شنته الميليشيات على مواقع الجيش الوطني في ميمنة وميسرة جبهة هيلان بمديرية صرواح غرب مدينة مارب شنت قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي قرب مفرق الوازعية غربي محافظة تعز وقال مصدر ميداني أن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا على مواقع تمركز الميليشيا قرب مفرق الوازعية تكبدت خلاله الميليشيا قتلى وجرح في صفوفها ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة كانت بحوزة ميليشيا مؤكدا أن ميليشيا الحوثي تعيش حالة انهيار غير مسبوقة جراء الضربات الموجعة والمتتالية التي توجهها قوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات غربي محافظة تعز ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوى في اجتماع لها برئاسة محافظة المحافظة رئيس اللجنة اللواء الركن علي راشد الحارث عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالحالة الأمنية ومسجداتها في المحافظة والسبل والإجراءات الكفيلة بتعزيز وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة للمواطنين فيها وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد علي محمد الكندي شددت اللجنة الأمنية على تعزيز اليقظة ورفع الجاهزية والاستعداد القتالي لدى مختلف الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية العاملة والمرابطة في المحافظة وجعلها في حالة استعداد دائم لمواجهة أي طارئ وتصدي بحزم وقوة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة وتعكير صف الحياة العامة فيها منوهة إلى أهمية وحيوية الدور الذي يجب أن يلعبه المواطنون في هذا الاتجاه من خلال دعمهم ومساعدتهم للوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية لكي تقوم بدورها ومسؤولياتها في هذا الجانب على أكمل وجه التقى محافظ ومحافظة تعيز الدكتور أمين أحمد محمود كلا من رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الحمودي ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالواحد منصور ورئيس الشعب الجزائي القاضي عبدالقوي العباسي وناقش اللقاء أهمية انتظام عمل الأجهزة القضائية ورفع مستوى الأداء في محاكم ونيابات محافظة وفي اللقاء أكد المحافظ على أهمية تفعيل كافة المحاكم ونيابات وضرورة الارتزام بتسيير العمل واستمراره وسرعة البت في قضايا المختصمين وأوضح المحافظ حرص قيادة السلطة المحلية على تيسير عمل أجهزة السلطة القضائية في المحافظة من جالبي أشار الرئيس محكمة الاستئناف تعيز إلى أن المحكمة بتت في نصف القضايا التي تلقتها من المحاكم الابتدائية خلال الأشهر الماضية في حين ما تزال هناك قضايا أخرى منظورة وأشاد القضاء خلال اللقاء بدعم قيادة السلطة المحلية وجهودها الدعوبة المستمرة في سبيل السعادة وتأهيل وتفعيل مؤسسات الدولة وتطبيع الحياة في المحافظة وكيل محافظة تعيز الدكتور عبد القوي المخلافي تفقد السجن المركزي ويلتقي مدراء المكاتب الإيرادية بالمحافظة التفاصيل في سياق التقرير التالي تفقد وكيل أول محافظة تعيز الدكتور عبد القوي المخلافي وبرفقته الوكيل مهيب الحكيمي لشؤون الفنية السجن المركزي الذي انهار سوره بسبب الرطوبة والقصف الدائم من قدائف على المنطقة من قبل ميليشي الحوثي الإيراني وتأتي هذه الزيارة ضمن تطبيع الحياة وترميم المباني الحكومية المتأثرة تطبيع الهدف من الزيارة مع الأخ وكيل المحافظة للشؤون الفنية من أجل إصلاح وترميم السجن المركزي لكننا تفاقعنا في الأمس نتيجة للمجاري أنه أنه أنهدى السور القيهة الغربية من السور ونتيجة لأنه تم نقل كل المساقين إلى السجن المركزي اضطرينا إلى زيارة عاقلة وإلى تشكيل إن شاء الله فريق من المهندسين من أجل عمل معالجة سريعة لسور السجن المركزي ثم تنفيذ ترميم السجن المركزي بشكل كامل في الأساس نحن لفترة هذه نقوم بترميم السجن أنهار جزء من السور نتيجة وجود حوض ترسيب للمجاري السور القديم السور من الثمانينات منفذ تقريبا من فترة الثمانينات وربما يكون فرصة لعادة تأهيل للأسور كمان في السجن المركزي فيه كان قزء كبير من السور نهار بسبب الحرب في قصف القزء الشمالي الشرقي والقزء الشمالي فإن شاء الله بنعمل الحلول المناسبة للعمل بشكل كامل وكما التقى وكيل أول محافظة التعزي المخلافي مدراء الفروع للمكاتب التنفيذية لمناقشة آلية تحصيل الإرادات وتوحيدها في الأوعي الإرادية في المديريات وإنمائها بالإضافة إلى لقاء مع مؤسسة المياه والصرف الصحي اليوم يعقد أول وكيل محافظة التعزي الدكتور عبدالقل المخلافي اللقاء مع مدور فروع المكاتب التنفيذية في مديريات صالة والمضفر والشماليات والمعافر وذلك للمكاتب الإرادية مثل مكتب النظافة والتحسين والواقبات ومكتب المالية إضافة إلى مكتب الضرائب ومكتب الثقافة وذلك لمناقشة الإرادات واتضح أن هناك خلل في الزوابية تحصيل الإرادات إضافة إلى عدم توحيد الوعاء الإرادية حيث تم اليوم طلب توحيد الوعاء الإرادية وإخضاع الإرادات كاملة لممثلية السلطة المحالية وإنهاء الزوابية في تحصيل الإرادات حتى يتم إنماء الإرادات وتطويرها خاصة وأنها بدأت تنتظم منذ 2017 حتى الآن وما زالت الإرادات تعاني خللا في تحصيلها جهود حديثة من المحافظة من أجل توحيد الإرادات من أجل مصلحة المواطن في محافظة تعب نعايم خالد قناة عدن الفضايا تعب تفقد وكيل أول محافظة أرخبيل سوقطرة رائد الجريب مكتب وزارة المالية في المحافظة واطلع على نشاط مكتب وعملية صرف مرتبات موظفية الجهاز الإداري للدولة مستمعا من مدير المكتب عبد الحافظ سليمان إلى طبيعة عمل المكتب وما قام به خلال الفترة الماضية من تواصل والسكمال البيانات المالية المطلوبة للوزارة وتطرق اللقاء إلى كيفية تنمية موارد مالية في المحافظة ومراقبة تحصيلها لمختلف المكاتب الإرادية بحسب العوعية التي حددها القانون وحث الوكيل على الاستمرار بهذا النشاط لضمان وصول الحقوق المالية للمحافظة بموعدها المحدد وكذل موازنات التشغيلية للمكاتب التنفيذية جامعة تعز تعلن قبول 60 طالبا وطالبة للدراسة في كلية الطب بعد جلوس قرابة 2250 طالبا للامتحانات والتصحيح الإلكتروني ريمعك التفاصيل في سياق التقرير التالي أعلنت نيابة رئاسة جامعة تعز للشؤون الطلبة عن تصدر 60 طالب وطالبة لقبول في كلية الطب العام والذين كانوا من ضمن 2049 حاضرا في اكتياز اختبارات القبول وخضعت أوراقهم إلى تصحيح الآلي ريمعك الذي عمد على وجوده الفعلي رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشوعبي نعلن اليوم نحن نيابة رئاسة جامعة تعز للشؤون الطلبة نتائج امتحانات القبول والمفاضلة لقصب الطب العام والقراحة بكلية الطب العلوم الصحية لعدد 2249 طالب وطالبة تم تصحيح أوراق إجابتهم بنظام التصحيح الآلي ريمعك الذي تم العمل به لهذا العام حيث تم قبول عدد 60 طالب وطالبة من إجمال عدد المتقدمين بحسب المعدل النهائي للقبول 3% لمعدل الثانوية و7% لامتحانات القبول عزمنا على العمل بنظام التصحيح الآلي لامتحانات القبول بناء على توقيهات قيادة الجامعة ممثلة بالأستاذ دكتور محمد الشعيبي الذي كان له الدور البارز للعمل بهذه الآلية في التصحيح الآلي لامتحانات القبول والمفاضلة بجامعة تعز جامعة تعز أدخلت نظام التصحيح الآلي لضمان الشفافية والوضوح في اكتياز الطالب مرحلة القبول وحقيته في الالتحاق إلى مقاعد كلية الطب والعلوم الصحية نحن ندشن عملية التصحيح الآلي لطلاب المتقدمين المفاضلة في كلية الطب واستخدام تقنية ريمارك وهي تقنية عالمية الآن مطبكة في معظم دول العالم التي وصلت إلى تطبيقها إلى مستوى الروضات والمدارس ولم تغفل الجامعة خلال التصحيح وجود الرقابة المجتمعية والشبابية والذين أكدوا بأن التصحيح يسير وفق منظومة تضمن سلامة التصحيح بالنسبة للمنظومة التي استخدمت في التصحيح للطلاب المنتسبين لكلية الطب للعام 2018 كانت منظومة رائعة جدا تضمن شفافية التصحيح للطلاب المتقدمين نسبة النقاح للطلاب بالنسبة بحيث أن نظرت مثلا على موضوع التصحيح كيف تم كان نظام إلكتروني كانت فيه نوع من الشفافية والنزاهة في التصحيح والدقة كذلك سرعة التصحيح وكذلك كان فيه إشراف من كادر مختص وأعضاء هيئة دريس في كلية الطب متخصصين حدث مميز تتبنىه كلية الطب في محافظة تعز بتصحيح أكتروني لضمان مصلحة الطالب نعاين خالد قناة عدن الفضائية تعز تنفذ الجمعية الكويتية للغاث عددا من مشاريع لغاثة العاجلة للنازحين من الحديدة بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والهيئات لغاثية في بلادنا ضمن البرنامج الإنساني الذي يستهدف المتضررين والهاربين من جحيم الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى التفاصيل في إطار حملتها لغاثة النازحين في بلادنا انطلقت قوافل الخير العاجلة لغاثة نازحية الحديدة في عمو مناطق المحافظات المحررة وفي هذا صدد دشنت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية برنامجها لغاثية المقدمة من دولة الكويت الشقيقة تحت الشعار الكويت إلى جانبكم 13 قافلة من الناقلات المحملة بالمساعدات الإيوائية انطلقت من العاصمة الموقتة عدن متوجهة إلى الخوخة في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة في إطار مهمتها الإنسانية العاجلة لسلسلة غاثات واصلة من الجمعية الكويتية لنازحية الحديدة المتواجدين في الخوخة ومحافظات قريبة من محافظة عدن ومن خلالكم نرحب بالمهندس جمال النوري رئيس الجمعية الكويتية الذي أتى وتحمل عناء السفر للإشراف على توزيع هذه الغاثات ونحن بدورنا نشكر كل من ساعد وساهم في تخفيف المعانا بالشعب اليمني ونخص بالذكر التحالف العريبي قيادة الملك العربية السعودية مركز الملك سلمان والجناح الإنساني من الهلال الأحمر الإماراتي والجمعية الكويتية بشكل عامل لهم دائما واقفين بجنب الشعب اليمني سواء كان في المواد الغذائية أو الإيواء رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية الكويتية عبد الخالق النوري الذي يزور العاصمة الموقتة عدن للإشراف على توزيع هذه المساعدات الإنسانية التي تتوزع بين مساعدات إيوائية وإغاثية في عدد من المحافظات المحررة وتستهدف مخيمات النازحين الموجودة في محافظة لحج تم فيها توزيع المساعدات الإيوائية بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة وتنفيذ شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية قدموا خلالها المساعدات الإيوائية للنازحين من أبناء الحديدة في مخيم الوهد بمحافظة لحج نحن اليوم هنا في لحج جايين حق إخواننا النازحين من حديدة استجابة لإحتياجات المتزايدة للنازحين فاليوم توزيع عندنا مواد إيواء اللي هي مراتب وبطانيات ومخاد لإمية أسرة في هذه المنطقة أسأل الله أن يفرج عليهم ويعينهم بهذه التوزيعات نحن الجمعية الكويتية للإغاثة متواجدة في موضوع إغاثة اليمن صنعنا السنة الرابعة كجمعية كويتية للإغاثة من حتى حكومة الكويت ويعني إن شاء الله نسترل معكم في اليمن سواء كان إغاثة عاجلة إغاثة أكل أو إيواء أو ترميم مدارس وأشياء صحية ومياه في بختلف المشاريع موجودين نحن في بختلف محافظات اليمن وجه آخر للعمل الإنساني للأشقة في دولة الكويت الشقيقة حيث دشنت مؤسسة ينابيع الخير الخيرية انطلاق برنامج مشروع الإغاثة العاجلة المقدم من الجمعية الكويتية لإغاثة النازحين من محافظة الحديدة في مخيم الرباط بمحافظة لحج ضمن حملة الكويت إلى جانبكم بتمويل كريم من دولة الكويت وضمن حملة الكويت إلى جانبكم وبإشراف الجمعية الكويتية للإغاثة ندشن اليوم مشاريع السلة الغذائية وكذلك الإيواء وأيضا توزيع المياه الصالحة للشرب لنازح محافظة الحديدة في محافظة لحج تأتي هذه الحملة سمرارا لدعم الكويت لإخوانهم في دولة اليمن وخصوصا المحافظات المتضررة بشكل كبير جدا ندشن اليوم توزيع 200 حالة غذاء وإيواء وأيضا توزيع مياه الشرب لنازح الحديدة في محافظة لحج وأيضا النازحين في إطار محافظة الحديدة في الخوخة في التحيتة وفي باجل وفي حيس أيضا مشاريع الدعم للجمعية الكويتية بالتنسيق مع مؤسسات وهيئات الإغاثة المحلية في بلادنا يهدف القائمون عليها تأمين أكثر من عشرة آلاف نازح في عدد من المناطق المحررة والتي يتواجد فيها النازحون من أبناء الحديدة ضمن البرنامج الإنساني الذي يستهدف المتضررين والهاربين من جحيم الحرب التي شنتها عليهم ميليشيات الحوثية الإيرانية لقناة عدن الفضائية وضح شليل عدن نظم الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلة بالشراكة مع مكتبي التربية والتعليم والصحة والسكان بمحافظة شبوة ورشة عمل تعريفية لبرنامج تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الأزمات وتناولت فعاليات الورشة التي حضرها ستون مشاركا ومشاركا من قطاعي الصحة والتربية بالمحافظة التعريف بالبرنامج الذي يستهدف ثلاثا من مديريات المحافظة هي بيحان ونصاب وعسيلان ونتائج المتوخى منه وخلال الورشة أشاد مدير مكتب التربية محمد علي لملس والصحة ناصر حسين البعسي بمبادرة فرع الصندوق في إقامة هذا النشاط مشيران إلى هميته وحيويته في حياة متضررين من الحرب والثارات القبلية خاصة في الجانب النفسي ويعادة إدماجهم في المجتمع حقق منتخبنا الوطني للمصارعة خمس ميداليات برونزية وفضية واحدة في ختام منافسات البطولة العربية للرجال في المصارعتين الحرة والرومانية والتي اختتمت بمدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة تسع دول عربية وتمكن لاعبون منتخبنا بقيادة المدرب الوطني بشير اليمني من اعتلاء منصة التتويجي في المركز الثالث فرقيا للمصارعتين الحرة والرومانية في إطار النتيجة النهائية في البطولة وتأتي هذه المشاركة العربية لرباعين منتخب المصارع استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب لأسوية المقبلة التي تقام خلال الفترة من الثامن عشر من غسطس إلى الثاني من سبتمبر المقبلين في جاكرتا بأندنوسيا نعود عزاني المشاهدين الكرام ونذكر بالعناوين نائب رئيس الجمهورية يبارك الانتصارات التي يحققها الجيش والتحالف في البيضاء قوات الجيش الوطني تستكمل السيطرة على منطقة أبواب الحديد وتتجه صوب مركز المديرية في باق بصعدة الجيش يحرر مؤسكر ووادي فضحة ومقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات الميليشيات في الملاجم بالبيضاء اذا وفي الختام عزاني المشاهدين الكرام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة